أنها فقدت الوعي هل على أثر هو للصدمة شاهدت أو من تأثير الضربة الكيميائية سؤال من السيد المدعى العام ورد بأقوالها وقال مشترك أنها فقدت الوعي عندما شاهدت ولدها يوسف وهو ممدد على الأرض هل كان فقدها الوعي من جراء مشاهدتها لولدها وهو متوفى أم من جراء إصابتها يعني هي وقعت بسبب أنه شافت ابنهم باللقاء واقع وفقدت الوعي أم أنه هي أيضا تعبت الإصابة الجنابي حاكم أبرسي ألا كتو كركاتي بيني كوت توشخوت بورايتوا بوتي بورايتوا لبراوي كركاتي بيني مرديان لبراوي كار بسبب أسلحة الكيميائية ماذا أحشت إصابتها يعني تأثيراتها عليها هل هي مثل ما هي الأعراضها كان سرده لي الوعي بسبب إصابتي بالأسلحة الكيميائية نعم تأثيرات التي ظهرت عليها أحشت من إصابتها ما هي الأعراض التي ظهرت عليها وعلمت إنها مصابة بالأسلحة الكيميائية شنو الأعراض التي ظهرت عليها وعرفت إنه هي وفقدت الوعي على فرح أحشت من إصابتها الجنابي حاكم أبرسي ألا كاتي كبورايتوا يعني كشوي بورايتوا كدرمانكت أسيري لأكردي هستبتشي كرت أتي هستبتشي كرت نعم أساء حالتي وفقدت واعي مباشرة شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 من عام 1988 اشتركوا في القناة 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 وفي القناة اشتركوا في القناة وفي القناة اشتركوا في 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 القناة أطلب الشكوى ضد صدام حسين وعلي الكيميائي وأعوانهما أطلب الشكوى ضد المتهم صدام حسين والمتهم علي حسين مجيد وأعوانهما طالب بالتعويض طالب بالتعويض عن الأضرار التي لاحقت بي السيد المدال شكراً سيد الرئيس سادة العضاء المحترمون لا توجد أسلة ولكن لدى هيئة الإدعاء العام وثيقة نعم أطلب عرضها تفضل سادة الوثيقة أطلب عرضها تفضل السادة الوثيقة برقم 2739 صادرة من مديرية الأمن العامة نعم إلى مديرية أمن محافظة أربيل هلماً إلى مستشفى أربيل الجمهوري العنوان جثث مخربين نعم نرسل إليكم جثث المخربين المدرجة أسماءهم أدناه راجين تزويدنا بشهادات الوفاة لهم وعلامنا لطفاً أدت أسماء عشرة من جملتهم حسين أحمد أولا ويتبين لمحكمتكم الوثيقة برقم 2739 صادرة من مديرية الأمن العامة إلى مديرية أمن محافظة أربيل هلماً إلى مستشفى أربيل الجمهوري نعم العنوان جثث مخربين نعم نرسل إليكم جثث المخربين المدرجة أسماءهم أدناه راجين تزويدنا بشهادات الوفاة لهم وعلامنا لطفاً أدت أسماء عشرة من جملتهم حسين أحمد أولا ويتبين لمحكمتكم الموقرة بأن إلقاء القبض قد تم بتاريخ 31 عشرة وتم التصفيته بعد عشرة أيام أي تاريخ الكتاب عشرة دعش تم إلقاء القبض وتصفيته خلال عشرة أيام من التاريخ من 31 عشرة إلى عشرة دعش أصبح جثة وأرسلة إلى المستشفى وشكراً جزيلاً والعرض ما أدري تم عرضة أو تطلع المحكمة أطلب عرضة هنا ترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى 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 شخص كان رمزي بابكر عمد او شخص ايه قندي خمام اعرف واحدا منهم ادا زوجي اسمه رمزي بابكر حمد اجابت نعم اعرف شخص واحد من الاسماء ادا زوجي هو المدعو رمزي بابكر حمد اذا انا من اتعرف قرائبها ايه قندي خمام لانه كان من اهل قريتنا انه وانه كان من اهالي قريتي نعم سيدنا الكريم امامك ممكن اتقربت الصورة اكثر جوم جوم هل يبينون الاسم جهة الصدور الكتاب اصدار النيل صالح تاريخ الكتاب تاريخ الكتاب تاريخه وجهت اصداره اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة